معانا السيدة امو محمد من البحيرة تتفضل؟ بخير الحمد لله وحديك طيبة وبصحة سلام يا فندي انا مستامع في شكوة؟ اتفضلي انا مستامع انا مستامع اطلقت فمت에서는 اويل اصدرتك انا عند ولدي احوام محمد انا يبدولي ان قد يكون المشكلة عندي بس أنا أنا فعلا عايزك تتحرك شوية حضرتك سمامة كده أيوة كلمة بقى بالراحة كده اتفضل يا أنا سمعت كده اتفضل يا فاولي حضرتك الأولاني اللي هو الكبير ده يقعد لوحده بعياله طيب والثاني جاعد معاي اه يعني انت عندك الولدين متجاوزين واحد قاعد لوحده هو وعياله والثاني قاعد معاك طيب يا ستي العازد دهوت بيستمي وغنت إيده عليك أهوز بالله من الشيطة الرجيم لا شايف لدرجة ان هو يعني بيستمي استمع وحش لا حاولها لقوة إلا بالله طيب يا محمد أنا عدنك أنا نشأل أنا نشأل أنا ده عمد معلش يا محمد نرجع تاني لنفس المكان اللي انت كنت فيه عشان اقدر اسمعي هل حضرتك بتدع عليه انا مش فاهم انت بتدع عليه لا انا مبادئش عليه امه الايه انت بتقول ان هو ولا عزو بالله بيجتمك وش دمع مش كويسة وبيضربك ولا عزو بالله لو مسك فيه يعني لو مسك فيه ايه بقى حرام عليك يعني انا بحاول اخم انت بتقولي ايه لا 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 انا انا بقول لحضرتك يعني انا بقول لحضرتك انا بدع لهم انا مش عارفة انت بقى ما بتسجيرش ولا فيه ايه انا بدع لهم يا لان طيب فين السؤال يا امه محمد السؤال اللي هم بالباكتين بقولونه بعض الواحدة ماشي طيب ومش عايزين تصرف عيلي طيب يعني انا انت عندك مصدر انت انت عندك ويرس عندك فلوس تصرفي عريبية على نفسك طيب فانت بتسألي هل يجوز ان هم يسبوك من غير ما يصرفوا عليك ولا لا اجاوب حضرتك يا امه محمد هو لا سؤالك لا اجاوب عليك يا امه محمد بس يا امه محمد احنا عندنا الفرع والاصل ان الفرع اللي هو الاب وين على والام وين على والفرع كذلك لو حد فيه مفتقر وما قدرش يصرف على نفسه لا يجب عليه على فرعه او اصله ان هو ينفق عليه اذا كان هو قادر على النفق عندنا شرطين الشرط الاولاني ان الشخص ده ما يكونش قادر على الاكتساب والشرط التاني ان هو يكون افتقر مش قادر لا معه فلوس وهو ما يكونش قادر على الاكتساب فاذا كنت انت مش قادر تكتسب مش قادر تشتغل ولا تكتسب المال لسبب اول اخر ما عندكيش ما تعلمتيش حاجة او ما عندكيش فرصة تتعلمي او ما عندكيش اداء ومش عارفة تكتسبي وانت كمان ما عندكيش فلوس اه يجب عليهم انهم انهم ينفق عليك طب لو ما انفقوش عليك وهم قدرين أنهم ينفقوا عليك يبقى أثمين شرع يبقى أثمين شرع لقوله تعالى وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان فذلك أمر من الله سبحانه وتعالى أن يحسنوا إليك فمعنى أنهم يحسنوا إليك إذا كنت أنت مش قادر على الإنفاق ومعكيش مال تنفق بيه على نفسك مش قادر على الاكتساب ومعنكيش مال بيه تنفق على نفسك يجب عليهم أنهم ينفقوا عليك معانا السيدة ممحمد برضو من القاهرة أيها السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي يا ممحمد والله بعد إذن حضرتك تفضلي يا فن أنا جوزي كان مريض قعد سنتين مريض مرض اللي هو المرض الخبيث ده نعم تعبت جدا جدا يعني في الفترة اللي هو كان تعبان فيها طيب وبعدين حضرتك اتوفى لا يرحمه ثلاث شهور الله يخليه لا يرحمه توفى من ثلاث شهور أيوة ولادي وعمامهم صمموا أو عيالي مش موجودين في مصر فعمامهم قالوا لهم أمكم تتسبش لوحدها لأن أنا أنا عندي سبعة وسبعين سنة صغيرة لسه شاب يا حج تعبانة يعني أنا نفسي مريضة طيب وما عنديش حد لا بيخدمني ولا حد بكده يعني ألف سلام برا مصر برا مصر برا في خارج يعني أيوة فأنا لما رجعت أنا عادت شهر وشوية لما رجعت أنا فجعت الناس بيقولولي المفروض ما كنتش تسيب البيت طيب أنا أكلم حضرتك أنت عارز تتعرف الحكم دلوقتي آآ الله يبارك لك بص يا حج بص تعبانة قوي طيب واحدة واحدة بس هدي بالك دلوقتي أنت دلوقتي خليني أمشي معاك خليك معايا على التليفون دلوقتي شوية شوية عشان ناسع أنت دلوقتي عندك علاج بتخديه بتخديه أيوة طيب أنت بتقدر تخدمي نفسك ولا لا بقدر يخدم نفسي بس ما أقدرش أنزل أجيب حاجة هل حد ممكن يجيب لك الحاجة في البيت صعب صعب حضرتك يعني محدش يقدر يجيب لك الحاجة في البيت لا صعب طب أنت ممكن معلش اسمحيلي اسمحيلي بعد إذن حديك ربنا يحفظك من كل مكروس الله يخليك يا ربنا أنت لو قاعدل وحدك ممكن تتعرض الخطر لوحدك أنا بقول لحضرتك أنا عندي ربو كمان فبقى بيجيني أزمات بالليل ويعني ظروفي أنا أنا لو أعرف أن أنا المفروض ما روحش لا خليه جاوب على أسلتي بس ما لكيش دعوة يا حج الأول سيبك دلوقتي من كل ده وعشان كده أنا بخليك معايا على التلفون عشان أسألك أنت ممكن تتعرض الخطر لو أنك أنت عايشة لوحدك الخطر ده بتاع ربنا أيوة حاجة يعني أنا بقول لك يعني ممكن تتعرض لأزمات ربو أيوة أزمات ربو وتبقى خطر عنك أيوة بالزفت كده هل أولادك ما يقدروش يوفروا لك جليس يبقى معاك طيب يا حاجة خليني بس أقول لحضرتك حاجة لو كنا قادرين نوفر حد يبقى معاك هنا في بيتك ومتخرجيش من بيتك مش متخرجيش متسفريش أيوة لكن ده الأولى أما وإن إحنا عملنا الكلام ده وإحنا مش عارفين الحكم ده وإحنا مش بس مش عارفين الحكم ده إحنا معتبرين إن إحنا منحافظ على صحتك لازم تركز معايا حاجة أيوة معاك هم عملوا كده لإن هم شايفين إن هم خايفين على صحتك من إنك إنت يحصل لك أي خطر أيوة فهم نقلوك إلى ما يسمى بالسكن الآمن إحنا عندنا المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة في بيت الزوجية الذي توفى عنها زوجها اللي هو البيت اللي أنت رجعتينه دلوقتي يا حاجة أيوة أما وإن أنت بقائك في البيت ده كان في تقديرك وتقديرهم إن ده فيه خطر على حياتك أيوة فخروجك لبيت آمن ده جائز تفضل يعني خروجك إن أنت خرجت إلى بيت آمن ده جائز أيوة وليس معنى إن أنت لما خرجت إلى بيت آمن إن أنت لازم تفضلي فيه على طول لأي أنت خرجت لبيت آمن لغاية ما بقت صحتك وأن أنت إن شاء الله ما يحصل لكيش أي نوع من أنواع آآآ آآ أثار صدمة ما بعد الإنتقال فلما اطمأنه عليكي رجعت تاني إلى بيتك اللي أنت فيه دلوقت أيوة تفضل هو ده اللي حصل؟ أيها بالضبط كده طيب يا ست انت ما عليكيش إث ولا اللي حصل ده ده فيه حاجة احنا اللي عملنا احنا زي بالضبط واحد تعب واخدناه في المستشفى عشان نحافظ على حياته فانت يا حاجة محمد انت ما عليكيش إث لأن انت خرقتي إلى بيت آمن لأن حفظ النفس هو المقصد الأول من مقاصد الشريعة ولذلك احنا لازم نحافظ على أنفسنا ولا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة بما أنك انت مش قادرة تخدمي نفسك وفي خطر على حياتك لو بقيت لوحدك مع السن اللي حضرتك فيه ده وإن محدش هيقدر يخدمي غير أولادك فاروحتي مع أولادك فلما طمئنه على صحتك وممكن يكون الظرف اللي حواليك تغير رجعتي إلى نفس المكان تاني فلا بأس وإن شاء الله ما يكونش عليكي إثم إن شاء الله